تسعة دروس منذ نوال الساداوي قالوا أجي أمراضكم متواحشة وخطيرة قالت أنا أتحدث عن الحقيقة والحقيقة بقمعها وأشياءكم وخطيرة أكذا قالت نوال الساداوي التي رحلت عن عالمنا جشفاً لكنها لم ترحل ولا ترحل أبداً يا واحدة من أكبر أيفونات الفكر الضرب واستطاع فعدها كشف عورة نوال الأبوي البطريبكي الذي هيمن على بصير نصف مجتمع وحبته طاطات النصف الآخر واستنزفها والله زالت في فرافات لا أول لها ولا آخر ولا نفع ولا دفع والأخطر أن أقلبها ضرر في ضرر والواقع يشهد بهذا برحلها فقدت نساء العرب والعالم صوتاً كبيراً لم يعمل في يوم التراجع والاتخاذر والاتحاون قالت محاوبة وسط الآذة إلى رجال المغرورين من رجولتهم وصدقتهم وأدوانيتهم ودينهم الذي ينتصر بهم والذي قدوا على أقدهم وبالله يرضي مزادعهم وشحوات أرجت من الريف وحدها وأصبحت طبيبة لكنها لم تكتش بذلك راحت تجهر بالحقيقة المكروفة وسطهم جميعاً والدخير وظهري كان أكفي حظورها في أي أمكان لأنه سلق لهم صداعاً وقلقاً ورجزاً في عقودهم الوكالي وهذا يفسر بماذا نرى في آراء نوال الساداوي وأمثالية من الفكري وناشطين وأناس أحرار نحتقل بينهم لديهم آراء صادمة اللي ماذا صادمة؟ نسعن ما الذي يصدمنا كشعوب فعلاً؟ التحرم مثلاً من الثوابت كما يقول البعض لماذا نحشى على الثوابت؟ هي اسمها الثوابت ماذا يحصل إذا أصدد يعني جيش هفستر يصدم الثوابت؟ هل كذبت لنا هذه الثوابت شيئاً مفيداً؟ هل ساعدتنا في إصلاح حالنا وتبويره؟ الله من أين عرفنا أن هناك ثوابت؟ وأنها لا تتبيع وأن هناك ثوابت البنية ثوابت سألاً وحكتنا في ترمضة وجود ثوابت من هذا النوع لن نستطيع التمسك به لأننا نحن أصلاً الثوابت وهم حد عبير جلال الدين والناس وكان في الأصل ومجرد محاولة لإنطلاطي اللغة المواحدة المجتمع يتوحد ويتحوك من لكن هذا لا يعني أنه الثابت يبقى غير قابل المساس والترية والمعالجة أنه كل شيء ثابت إنما تغير الظروف يتغير ثابت لا يوجد شيء نهائي تجربة النوال السلاوي تريه كبير جداً وننوعها لكن من خلال هذه المسيرة الحافلة اللي دابت عنهم من تسعين سنة من قل كل هذه المسيرة الكبيرة أحاول أن أخدمكم دروس من حياة نوال السلاة دروس تشملها جميع السلاة كلها موقف إيجابي مع نوال السلاوي أو موقف سلبي أو موقف بينما هذه الدروس يتسأل دروس يأول درس التفاة والتحدي درس لا تتوقف استرر درس الوغوح والدقة والأرمية أو كنت صريحاً واضحاً ودقيقاً الدرس الثالث درس الإنجاز والواصلة العطاء أو درس استبدال الممكن بالمستحيل درس الرعب درس مواجهة والكشف عن حورة الواقع والقول المهيمن عليه أو درس واجه ولا تتراجع درس الرأي الفر مقابل الرأي القر ولو والاشتراع مصحي لكن الرأي الذي يطر بكل واوسائل وليس برأي الداخل يعني بحرون ولا تتمرع بحقوقك بحقوقك ولا تتخذ دائمها لآخرين الدرس السادس درس الحضر من المستفمد وليس مواضي أو درس درس اخصف حساب ما سيقال عن كذبا درس التنوير ما حتى ما ضعب الموت أو درس تعلم فن البقاء عين ولو بعد الموت الدرس الدارين ودرس رفع حالة في القلاسة عن الدين ورجال الدين أو درس التحرب النهائي من الوقندسات الدرس الأخي والتاسع أو الدرس الشامتين وهو لا تتشمت بالراحلين بل تذكر حطهم عليهم وحطهم في أبدأ بالدرس الأول درس الثتة بالنفس الخاص بالنشاطة والتعلق بالمرأة النوال السلاوي تحدث المجتمع الذكوري بشكل صنعي وواضح ولا يمكن كار أنها من أقل الأصوات في هذا المجاد في هذا الدرس فقدمت للنساء جميعا منحتهم الثتة وعقب النفس وفي حياتها دعت النساء جميعا للدفاع على الفسين وقدمت طبعا أنه يرد بس هذا الموذج لا يمكن التغافي عنه أو عدم الإشارة لهم بالنوال السلاوي بعد هذه المسيرة حافرة أثبتت أمر حطير جدا غير مسبوق إلا كميلا وعن إمكانية وجود فرد حقيقة يرفض التخلي عن إنسانيته ويتصدى لمن يخاول تجريده تجريده منه بل لا يكتشف الله يقول لمن واجهه أفق أصحب غافع عن إنسانيتك ولا تكون وجوكا كل أجة الإنسان أنفر أنحر الكريم المؤتمر على نفسه والمتعكز على فسوسياته والاستقلالياته ووعيه السلاوي هذا أضلت لعشرات السنين ضمن سلطات مختلفة وعلى الصفات سلطات دينية وسياسية وصمتة المجتمع حولها كانت هذه الصفات دائما تقول لجميع عليكم واجب كبير جدا وواجب الطاعة وأن عليكم ترزد فقط خلفنا أن أعبد إذن أنا موجود وليس أنا أساد إن أنا موجود كانت تباليكم مع السلطات الغاشبة المستبدلة دائما وحاولت كل ما يقول أنا أنساء تبار إذن أنا موجود أبوي أهي ولا طفا نكفي ربنا وكتبتلوا لسانة وأنا تسرع إذا كان ربنا بيقبل النجاح المقارش ويقبل المقارش ويقبل المقارش المطالهم لا أستطيع أن أطيع لأن الطاعة ضد الإبداع ما معنا الطاعة يعني بلغاء العقل في فتة بين الطاعة والاحتراف كيف ذا؟ يعني مثلا أنا معادي الوقتي أحترم ولبكني لا أطيع إذا أعرف أنني أشمعكي ساوك إذا أعرف أنني أشمعكي ساوك إذا أعرف أنني أسبوع من أمتي هذا اللي فعلته إنوال بضبط طالب ألان سالة أخرى إذن أنا وجوده وعلى الجميع أن يحتوي قصوصيتي ويستغن رأيه ولا أحب لأحد أن يفضعه وعليه بأي كانت باسم دين أو باسم سلطة أو باسم قرنور أو باسم أرف ألاف أره من السيجر إذا ديك أفكارك ولا هي أفكارك ولا أحب لك بأنتفض على إراك وتقول أنت كافرة أو أنتو الحدي أو أنتو الوردة أنا لا أنا مؤذي أنا قرر وأنتفض ولا أحب لك أن تسلط قريتي هذا اللي خلينا نستوعب أزمة بلوك الديني صارت وشكرة أدو أن يفضروا منها كابعة فيما كتبتوا أدعونا نفسهم بأنه كانوا يطفوا ضدها فيبرروا دعني فسبول الأول أنه يكاد على خفر هو مبقى صح ويتعمثوا تهموا هي الفكرة حاكمت دوال السعداوي أصبحت موضورة الشيء ما وبينها داخل كل الأمر العربية وداخل كل الإنسان ويحتاج على الأبوذية ليروج أنه كهنة ومتحالفين مع السلطة والهدف الوعيد والستبانة والستبانة هؤلاء يقولون لنا ليلة نهار ومتواجدين حولها متواجدين حولها وش ساعة في أمعد مكان في كل مكان تجد صومة أو جامعة أو أمامة ويمنعون يقول أي شخص ينافسهم على المستوى الثقافية أو الحواري حاولا يقولون الجميع أن الأبوذية طاقة مقدسة أن الأبوذية هي مواجد مفروضة على الجميع وليس القرية تخيلوا متى أصبحت الأبوذية مقدسة متى أصبحت طاعة عميار العظمة الإنسان وقيمة الإنسان نوال أضاعت حياة المغة العربية فتحت فتحة عيونها ورجالت تعرف قيمتها وأخبر الحياة الأهم من كلها أنها كشبت أيوب المجتوى العربية والإسلامية ليس بشكل التواطن بشكل علمي وإنساني ودقيق حتى بالأحصائيات في القام هذا الكشف عجل الظلاميون المواجد رغل جبروتهم وهي مرتون على كشي والتباعية الملايين لأنني أكثر بالمستعمل وطمع أن الناس بطول الماضي الذين يعني الذين يريدون أن نحن نحيش الماضي هن بش كذبات لكن الشباب هن مكتبات الدرس الآخر هو درس الإبداع ودرس التحومر والموظوية والعلمية وأثبتت بسلوبها وطريقتها أنها طريقة ناجحة حجز جموية من تسبب لها وقرأتها وقرأتها الحجب الحجي على الأطلاق لا يدفع أحد في الصباح عن مواجهتها إن الله بكلام عام والبعض مثل محمد المارك مواجهة لكن مواجهة لكن مواجهة وقد قال ليس مواجهة حقيقة أن الله فشلت في مواجهتها لذلك يدفعها الدقيق الذي ينقب ولا يساير ولا يداحل ولا يوجامل ولا يبحث عن مصايحة وتفصل بين الله دائما جميع من أفسي أو جميع من أبداعين لديهم الخاصة وعناقاته في الشكل على أمجاته ومعنا والخاصة المادية والمسؤولية والسطولية كانت كتاباتها باكم من أبارع الثورة هي بحلدة كان ثورة بكل الله في الكلمة ومعنا لكنها ثورت أيضا رسينة انتصرت ونقبها المرأة وحتى لا أحد استطاع أن يذكر هذا تأثير الكبير على واقع المرأة الأسرية العربية وزالت بالملايين وكانت كلها كلهم دقيق ووالح لا يطلب يعني تولد تحراج لكل هذه القواقات من المستوى الدين والتفعيل عبر كتبها في عالم الجميع طواعد التحاور في الحياة ومعنا وكيبة الغرعة ودفعة الثمن غالي مع العبر عبر السجل والظوم ويعني معا أغلب اللي الآن لا قارنها أي كتب ولا يعرفون حدث ويعزبون على نفس اللي يبقى ونفس الموجة الوضادة الكارهة لأن الكنال السريع وأن ما يبسوى كالب صادق ومتركته ولوالي السادق وكيفة بالتأكيد ما راح يضيع وما راح يحاول الدجالين بالعكس الدجالون الأولين سيضيعون وستخفت أصواتهم ولا يتذكروا إلا بالعار الشنار كما حدثنا مع غاليين سابقا مع برودو وفكري جاك روسو ودعوهم وعقوهم وضعهم عدوهم رجال الدي أو المحافظين أو المتطرفين والتاريخ المتصرير والدرس الإنجاز والعطاء الذي لا يطبع مفضل السادق لا يكون شاهدنا الله الولايين السيدات بلحكة الرجال العرب ليس على وصفر الأبنة يستطيع أن يبدو أن الله في جميع رجالات الفكر والدين والحياة فواضح أن القضية ليس في قلية مساواة لقد كانت لقد كانت معقولة وعطاء لقد كانت لقد كانت لقد كانت محافظين فعطاء وطورة محافظة نسألون أننا لا أريد قلية جنسية فقط إنما قلية حقوق وقلية عقل وفكر وكربية وتعليم ومجتمع وتعاون وتفاهم وتحضر يطلع نحن المستقبل فليس الأمر مجرد مسألة دسابلية أو غريزية أو جنسية كانت هنا من أول من أول أو من كبار والقالبين بتحريم وتجريم في التالينا وهذه الواجهة كانت يشجاعة بكارث من أثنين ويخشى جميع التورط بيهن لأن الواجهة تصدهم مع كل شيء تقريبا يعني مع الوشفة، مع الأورف، مع التقانيات، مع الدين، مع السلطة ومع كل شيء تقريبا فمع هذا كانت من الشجاعة بحير رفعت صوتها وكالله يقال قلبة الدنيا عند الله توفت الفتيات وأمرهم كانت عشر وفو عيسنة ومع كل شيء تقريبا إنه كانت من الشجاعة في القلوب مع الأصرار حتى من أخصي أبداً وعلى أن أخصي أبداً وأخصي أبداً كانت من الشجاعة في القلوب حتى أنه يعدوا في القلوب هذا الموضوع الذي كانت أيضاً مكبار مؤارضي رئيس مراحل أنور سامن المفارقة مع الأقول قديسة تفريباً من هذا السجار تلك الجديد كثالي الإنوش في بصر وفي إصدار فتوى اسمية من دار الإشتاء ووضع الدار الأزهر وقال إنها عملية جليمة ومحرمة ويذكر لها أنها كانت تفضل في ذلك ولكن بالعكس يستمر الهجوع لها وهذا سيكون سببها في كتابها الوجي العالي وراء العربية هو التجربة الخاصة حيث تعرضت الختان وكان أورس السلوان وصفت حجم الألم الجسدي والنفسي لتعاوض بفلاء مساوب هذه العملية وطبعاً هذا الكتاب قرب مشدة لكنه كان سرخ كبيراً لمية السباة حتى هذا العالم وغيرت الكثير من القيم السائل وهي التمابرت نجحت بتحقيق ما لم يتحفظ لعشرات القرون وفازت بثرار من أرشتاء لم تشتفي كل ما فعلته وواصلت حتى اللحظة الأخيرة والحياة المشاركة في كل مطالبة بحق وثورة ضد الظلم وضمد الاستمداء وكانت يمو يعني هل رفقة عدوة السلطات 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 والديكتاتورية وحتى كلنا نذكر مشاركتها بوسط ساحة التحريب ثورة بوسط على أسكن مبارك بياب الربيع العربي ووجودها الثبورة كبر سنة يعني تفريباً ثمانين سنة وكانت تفريباً بوسط وتهتف بالشباب وتحييهم وتشجعهم وتخلوا أخوكم ولا تراجعهم هذه عظمة الدماغة السعداوي يكشفها أيضاً موقف الإسلاميين والتعصبين منها هؤلاء أفضروا بعد ذلك فتوى تباطنت بتحريب الختان الإنار واعتبروا أنه ليس من الدين ونسعوا كل كلاماً والقادين وبذل من أن يشكروها استمروا قلوا أطباحهم البضائيين بتكشيرها هذا الموقف الثلاثة طبعاً يكشف آلية عمل الدماغة الدين اللي هو متعصم ومتحجر ومتكلس بطبعاً هذا أنا أقول أنها وهنده من أهم قصائص الأديان الظلام أنها دائماً عادلة التنية وكما يقول في الضغط المحافظ على الثواب ليس مهم ما هي الثواب الأغنبية لا يفهم ما هي الثواب أصلاً يعرف كلمات إنه كذا 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 لكن لا يعرف شو اللعنة وشو نجواره وشو نتباته المهم هو هذا الشيء ثابت يتبعه كما خلفه قطيع وانتهى المهم وأنه ذلك الشواغة مقتاد عنه ويستمر بيه للناعي أي شخص يأتي بطريقة على بالنسبة إليه إذا كان خطر ويجب التخلص منه الدينية هي عصم الرئيسي لكل العديد وأعتقد أن كل شخص أدي نظرية تثميتها كاتبها وشارحها في مكان آخر الأول هو أن أولاك يفكرون بأن أولاك شخص صوفاً ضد الثواب إذا يأتي شخص يحتضن هذه الثوابت ويتمناها كالشيخ أو الإمام أو ولي الله كبير يتبعون ما يقولون كالشيخ أو الإمام أو كالشيخ أو الإمام أو كالشيخ ميراث وأيضاً أنها مواقب مشورة للحجاب الورعى وقالت أنه رمج لفعاد الورعى وأنه ملد الأخلاق لا أبدأت أدخل بحجابي بفضل أن أبدأت حجاب على رأس أنه لم أدخل من أشناقي وسلوكي قالت أيضاً قريب أن أخبرت أنت مسلمة قالت أنه لا أعرف أي إسلام في قوزدور يعني الإسلام مصر والسعودية وقد أخبرت أن كل منطقة بالنظام السياسي يسير الإسلام وهو قضية الإسلام ووجود إسلام واحد يعني غير حقيقة وغير موجودة وكل يتحدث من الديل الصحي والسعادة كنافة اللي أرميد راح يجاوب عليها الدرس الآخر الذي كنت بتنيه هو درس قدرة قدرتها القدرة على الكشف عن أوراة الواقع وبفضلها غيرت وجهة النظر ملايين السيدة والرجال العرف على الكشفة أوراة السلطة والمشتوى والفراث والجادة تكشف عن وجهة الحقيقة وعن استاداتها للتعبير عن مواقفها بالألف والاستحانة بالإنسان وكل حاجاتها وحقوقها هذا الأول أثبت التطوى على الواقع بالميور الواقعات وأنا أكد من النظام الديني والبراشن وعيف أيضا وعيف في المحنة في البنيان هذا السبب هو يخلي يعني يخلي دائما ضد الضم ضد أي برصة التطور فأشير بحيث لا يستوعب أي نفط عندما تكون أنت ضعيف ضعيف الحجة فلا لا ما عندك حالة أن تفرط نفسك على الأخير من القوة وبأي وسيلة كانت حتى كانت الكذب والتشهير والقتل أي فرصة وهذا معروف طبعا لا يحتاج إلى الشرحة جميعا درس آخر قدمة النهائة نوال السادة هو درس التعبير عن الرأي وسميتها درس الرأي الأرمقابل الرأي والطر والطر يعني من الاترارة سبس هو اشتكاة مرصحة النغوين لا يجوز لكنني أنا أقول السجع نوال السادة هو أن هذا درس أثرت أدوانية الكطاب الديني ورضي لأي رأي آخر وهذا يعني واضح من الإسلامية ضدها وخاصة يعني بعد وفاة الديني هو أنه هناك تحارب الإسلام يعني هذا يعني أنه أسمح كل رأي في أي قضية لا تعجب الإسلاميين تعتبر إلى الحرب يعني هل تسمعتم أكثر من هذه اللغوة الأدوانية وهناك الآخرين لماذا يسمح الرأي والفكر والاختلاف إعلان الحرك للديني يعني ما الحاجة لهذه المبالغ أو التأويل ثم ما يضير ما يضير الإسلام لو أنه إنتقده أحدهم يعني هل هو ضعيف كما قلت وحساس ورقيق يعني بحيث لا الأدوانية يعني الضغور والتكبر والشعور وهذا الشعور يعني يعني صاحبه وداعش بإمتياز يجع من هذا السلوك أنه يسمح الجير وجرى الشعار من أمام وهو لا أحد أكثر يتحدث عن الدين الله وشنو بل أنه موت خارج الواقع وخارج التاريخ وخارج العقل وخارج الموطق يصبح الهدف الوحيد هو وعدة القطيع وعدة يسمعه خلف نص واحد وزعي واحد وإلى واحد يعني يعني وجرى الواقع من الشرية حركة الجندي وعند يجلس وعند 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 وحكمة لعطاق الأرب وحكمة 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 وعند 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 أن بإنتصال لماذا تغيب هذه الحياة؟ بالنتيجة ستصنف صالحة ولكن بالأكس ستحصل أكثر سيصبح أكثر تحبوظ الآخرين أكثر على أن ينتصر للناس يعني لا ينتصر الناس من ينتصر لهم المجال الدين بالعكس يمكن أن يقول أن الناس تنتصر للدين والأولوية للدين على الناس فتخيلوا مدى استبدادية هؤلاء ومدى قدرتهم على غسل الأقود بحيث جعلوا الناس فهموا الأشياء بالمطلوب تخيلوا أن الدين أهم الإنسان مثل إذا لم يكن الإنسان أين يرى الدين تخيلوا هذه الفكرة لدينا نقاط كثيرة والدرس 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 كبير جدا ومهم جدا وهو درس أحضر من المعاقبة المستقبل وأقول فيه أيها المتعصبون لا يهندرون التالي فهو نوال السعداوي طبحتنا في حياتها ومباطعة فهو هل قررنا أن نعيد النظر هل قررنا أن نعيد التفكير في مواقفنا أم واصلة الحرب والجدار والشلاف لماذا نحن منفعلون غاضبون متعنزون لا نلطيق رأيه مختلفا ولا طولا يعني متى تتحسس رؤنا متى منظف رؤنا من الأحقاد وعطنا من التشوهات متى نرى عياتنا بطريقة سهلة بدون تعطيق نرى هذا العالم كالله أول وبدون أحكام جاربة وتصنف العالم أو الناس والأشياء حسب مزاجك وحسب رأيك لكن لا تفعل رأيك على الآخرين دعنا الأشياء تتحرك وتتنل هذا النظر أنا أقول عند رأينا سلبة وإجابة بهذا المرأة الإخالدة والمؤثرة والشيء العظيمينا فهي لابد من الاعتراف بأنها كشفت أوروتنا وهذا كانت بانت مشكلة كامل بعد رحيلها وبإمتياز آخرون مثلا قالوا ماتت وعادت إلى الطبيعة التي تؤمن بها وأنها للتنرى الرحمة بعد موتها قد ألقوا يكشف يعني كما ذكرر الآلية التفكير التي تحدثت على عصان الآن فعلى الشخص لا يشعر بأنها طبيعة يسخن وننن نفسها ونستغني عنها لثواني يعني كيف يتنفسها هذا الهواء العيشة وهواء الطبيعة فكيف لو أن يستغني عن الطبيعة التي يسخنها لثواني تخيلوا كيف تبطلب المقاييس ونمط التفكير وكيف استطاع الكهنة والرجال الدين المزيفين يعني امتصاص كل قدرة ونستغني عن طبيعة نغذية للملايين من البشر هذا على طبيعة واحد منهم قال يرحل عدال الإسلام ويبقى الإسلام شامخا وفي أحدهم قال كيد العدالة أن يزيد الإسلام والمسلمين أن لا تشبثا وترسيثا لماذا هذا الخطاب العنيف؟ لماذا يبدو أن تحمي بالإسلام شامخ؟ يعني شامخ كيف؟ يعني شامخ من جباروت ووحشية أفضاعي أم بين ثانيتهم وخلاقهم الرفيع يعني لا أقول أن المرأة أتعى في كارب الثنة يعني من حقه هو عدد يفتخر بإسلام وقلت لكن المرأة أتعى أنه هو بعرفة وسلم حقوقه الآخرين وكتب الأنفاسه وغرق أفواهم هذا ليس شيء قوي هذا على الضغف وليس القوة مرأة العالم المعاصم مهما سمارة من دعايات وكلامه هذا قائم على الحواق والتفاعل والترافق والتعاود والتنوع وهكذا لا يعني كمسلمين وعاصلين من دينها بل أصلاً ما موجودة أبقى مسلمة مرأة يطلع الاختسامة والمحبة والدينة هذا كان العالم بس من الحليفة ما موجودة فأحنا في الواقع ومجرد فشخرة مزيفة راح زمانها وعلى بلصة بلصاتنا كمبشر كأناس وعلى بلصة نصر على الفشنا ورقم أن ترسل بالنحلات الأخيرة لم نعود هناك مبتسا لم نعود في الهوية أكثر من الاطسامة في العالم الدرس الآخر الوهن ما قبل الأخير هو درس ما بعد الموت قالت كما أقول أنه ألصح في الواحد يسوف الكلام أو يتخم موقف ضدته والحوار والتقدم بالألم أن يراجع موقفه هذا الدرس الذي خدمته لنا نوال الساداوي علينا أن نراجع أنفسنا وأن يراجع موقف له والأهم مراجع عقلنا هذا العقل الذي الذي نبترقه الآخر والذي جمبت تعبئته بطريقة الجسد الكبير فيه جمبت تعبئته بطريقة عنيفة ومقصودة وكان هدفها استغلانة واستعمال على التاريخ أقول أن الله ما طارق السنة الجهرة سينتصب حتماً لأورا عظيمة مثل النوار ما بيننا والله سواء كنت معها وهي عظيمة ولأنه ترك التأثير وهذا المرأة التاريخ عن كل واحد متخذف وتعصف ووقف بوجه ستكمر كل يوم من أيام الاستقبت وسيظهرهم كل يوم والأيام الاستقبت حتى أحفاد أحفادهم يستفد أن ينظروا واذا فعلوا كم تسببوا في خسران طاقتنا في هذه الطاقتنا وقدراتنا كالشعوب وكالمشن نوار سعداوي أثبتت أنها بدرت وألمتت شجرة كبيرة داخل كل عربي وعربي أخطبوا في دوار سعداوي وأهم شيء أنها كانت ما تقوله كالسيبا ما تغير لبعضها لأنها حالدة قالت قولها وطرعت أفكارها وراء ممكن أي واهمة أن يطف أدها ويتجاوزها لابد من الاتفاق إلى ما قالته نوار السعداوي لأنها سركون أساس للمستقبل الناجح لجميع العرب والمسلمين والبشرية والسعداوي من هنا فورد صوت حر وكل مريق في وجه سيخصب حتما ولن يربح إلا العار والشمال كما يبقى هي تحنير المرأة العربية وأيضا تحنير الرجل وكل شيء في العالم العربي وهي ضوت حتى آخر نفس إنها صارقنا للعالم وهو صارق مستوع مفتطف أرلم على المطول ضدها لكن الأهم أنه سمع وصالتها وفهمها قادة والسعداء وعند تعرفون الواحي جريبتي جريبتي أنني أمرأة حر في زمن لا يريدون فيه إلا الجواري والعبيد ولدت بعقل مفكر بزمن يحاولون فيه إلغاء العقل أنا أقول لها الأول لا يتعلق مع الجواري فقط أنه رجال الأفضاء الذين دروا حجروا أقولهم بلا أجاب والذين سوعوا وأطاعوا لا كما تطيع الجواري فقط إنها كما تطيع المواشي والعبيد الدرس الأخير درس رفع حالة في الدرسة ورجال الدين قالوا أنا أبو الحمد وطعبت في ديننا وإسلامنا وسؤالي وهنا المشكلة في هذا من حفظ كل الإنسان أن يطعي في الدين والإسلام الموجود ورجالنا كبيرا وسهيرا قديمة وحديثا هل تعتبرون هذه الحجة تعمل على أن من ينتقد أبو الحد وتجد الدين بالضرورة؟ أي اتهمة قل أي اتهمة هذا الدرس كشفت عندنا وكثير فكرين من أمثالنا حتى تضع بمواقب رجال الدين ليست مقدس وأن دينهم أيضا ليس مقدس بعض الدرس الذي عندنا أثفت بأن رجل الدين لا هو مقدس ولا الدين لا يحجب اسمه الأغول كلها فقهاء والتحايف سلطان غاشمة وقوة مهيمة وحدفها وحيد استغلال الناس ونهب أمورهم وطاقاتهم الدين يحيمن الحياة كما نعرف ويدخل في جميع التفاصيل فأني لا أريد رفض انتقاد أحكامها ونتهجب على كل من ينتقدها وموجود بكل شيء بحياتة لماذا لا ينتقدها هناك مشكلة أما عندما يقول لا هذا الدين لا يجوز انتقاده نقول تعال هل يعجبك هذا الدين الموجود؟ هل تجده الدين الكامنة؟ ماذا تجده عن الدين الشعر؟ وماذا أفهم لنا؟ كم تلقي من أجل أنت؟ وهي ضحى من أجلك يومك؟ يا الله نفسه أهم من عندك وهي ضحى من أجل وماذا تجده أنه يعتبر الدين والرجال يعتبر نفسهم أهم منك وهذه الإنسان وهذه المؤمنين كلهم فهذا السؤال يعني ماذا أقدم؟ هل أنت لديك الجرعة أن تجيب على هذه السؤال؟ هل لديك الجرعة أن تقول أن هذا الدين موجود يعجبك؟ هل لديك الشجار التي تجيب على هذه السؤال؟ أمرك بلات الشيارات وهذا هو الدرس الكبير الذي أحرجت فيه جوال الجنة إلا أن تقول أن هذا الدين جيد ولا شائب فيه وهذا نفاع سريع أو أن تتمرس وتلف ودور وتدور وتتحنجج بقصص تجار الدين أو أيضا التوفير الدين الصحيح أو محاربة فر الإسلام إلى آخره من هذه الحدجة الجاهزة والتي لم أتكلم للناس الذين أفكروا فيها هذه رديت عليها أيضا طوائم الفيديو وأتمنى أن أدعيها ومن يحذب ونشرك منها أما حال الثالث عامك هو أن تتخذ لوقف الناقض والوقترق ومدافع على حقوقه ومستابلين وغضوين وكما فعلت دوال بالضغط هناك شامتون بوفاة دوال الساداؤي أنت اختلفت معهم هل تأتورنا وفاته وأقاب لأو أن أخسر أسلافه وراقعين يعني المعض قال نحن الباقي وغلو الراحلين ويعني كان الله وقالوا الإسلام باقي رغم الحق بالحق والمشاكين وإلى آخر على التفكير يعني يوسم صاحبه بالنسبة الشنل العقلي قبل أن يصف الطرف الآخر أو المخالف له لأنه يصور الأمر وكأنه صراح في حلبة ينتهي بموت أحد الطرفين وانتصاب وتبرؤ الحق وهذا واهم وضحك يكشغض حالة هذا التفكير يعني أيضا تنذذب الشباتة بالأورة حقيقة توفى الله في التسعيم من عورها يعني قبل وفاة أحد أحد فهل هذا الدليل على أن وجهة نظرهم صحيحة هذا بالعكس طبعا أقولك أخيرا السعداوي صوته سيكثر حقا كل من يقف بوجهه ويعاديه نوال السعداوي رمز تحرير المرأة ورجل كل شيء العالم العربي أوراة ضوت حتى آخر المرسل لا تصارع كلا عن ظلام ومجتمعي مختطفا أرهم على أن يفتفض ضدها وفي الحقيقة هو وقف ضد نفسي لكنه وهذا أهم أنه سبع رسالتها وثهيما وسيردنا للجميل قريبا وقريبا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر اشتركوا في القناة